بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أخواني الكرام و أخواتي في درس اليوم اللي يعتبر من أهم دروس هذا المقرر اليوم نبدأ إن شاء الله بموضوع المشتقات أو موضوع الاشتقاق أو موضوع التفاضل فنتمنى لكم متابعة ممتعة طبعا هذا الموضوع يعتبر من أهم الموضوعات في الكتاب أتمنى الجميع يتابع معنا بإذن الله تعالى و يستفيد وبإذن الله تعالى قدامكم الفائدة و المتعة دعونا نتعرف على محاور هذا الدرس في البداية سنتكلم عن معدل التغير اللحظي طبعا سبقنا أن تكلمنا عن معدل التغير اللحظي في الدرس السابق وسننطلق منه إلى فكرة الاشتقاق وبعد ذلك إن شاء الله سنأخذ قواعد الاشتقاق نبدأها بقواعد بسيطة ثم نأخذ قاعدة مشتقة القوة وبعد ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة نأخذ تطبيقات فيزيائية تطبيق السرعاء المتجهة والقيم العظمى والصغرى هذه قيمة رياضية أو تطبيق رياضي للاشتقاق ونختم بقاعدة مشتقة الضرب والقسم إن شاء الله في خلال الدروس القادمة تكلمنا عن فكرة معدل التغير اللحظي وقلنا أنه إذا كنت أريد أن أعرف معدل تغير الدالة عند لحظة ما فبالتالي سوف أقوم بحساب ميل المماس للدالة عند هذه النقطة سأقوم بحساب ميل المماس للدالة عند هذه النقطة وقلنا أنه عندي ثلاثة تسميات كلها تنطبق على نفس القاعدة اللي هي قلنا ميل المماس أو معدل التغير اللحظي تغير اللحظي أو المشتقة مشتقة الدالة أو اشتقاق الدالة هذه كلها لها نفس القانون اللي هو هيكون limit لما الـ H تذهب إلى الصفر لـ F لـ X زائد H ناقصاً F X على الـ H طبعاً نحن تكلمنا عن هذا القاعدة كثيراً في الدروس الماضي قلنا أنه سنفترض وجود نقطة مجاورة للـ X تبتعد عنها بمقدار H وثم تكون هذه النقطة هي عبارة عن X زائد H بعد ذلك سنفترض أن الـ H سوف تذهب إلى الصفر وأقوم بحساب معدل التغير اللحظي اللي هو سيعطيني أثر هذه الـ H على الدالة أثر هذه الـ H على الـ X فبالتالي من خلال معرفتي لهذا الأثر أعرف أنه سلوك الدالة عند هذه النقطة من خلال ميل المماس لها طبعاً في المثال الأول يريد أن نستخدم القانون النهايات هذا نفسه اللي هو قانون معدل التغير اللحظي في إيجاد مشتقة الدالة يلا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم قال لكي أوجد مشتقة الدالة F of X باستعمال النهايات ثم أحسب قيمة المشتقة عند الـ 1 والـ 5 طبعاً نحن مثل ما سوينا في الدروس السابقة عند الـ FX جاهزة ولكن أحتاج أجيب الـ FX زائد H فأقول هذه تساوي 4 في X زائد H لكل تربيع ناقصاً 5 في X زائد H زائد الثمانية الآن نقوم بفك التربيع فبالتالي يصل عندك 4X تربيع زائد 2 في 4 ستصبح 8XH زائد 4 في H تربيع مثل ما سوينا في الدروس السابقة سالب 5X سالب 5H زائد ثمانية بهذه الصورة إذن هذه هي FX زائد H الآن سأقوم بحساب معدل التغير اللحظي فأقول أن M ل X مثلاً أو مشتقة الدالة أو معدل التغير اللحظي لها هو عبارة عن Limit لما الـ H تذهب إلى الصفر وبعد ذلك وبعد ذلك سوف أقوم بأخذ اللي هو الـ F لـ F لـ X زائد H ناقصاً الـ F لـ X على الـ H بهذه الصورة الآن سأطبق نفس القانون بقول H تذهب إلى الصفر وأضع الآن اللي هو الـ F زائد H طبعاً قلنا هي عبارة عن 4X تربيع زائد ثمانية X زائد 4H تربيع بهذه الصورة دعنا نكتبها بشكل أفضل 4H تربيع ناقصاً 5X ناقصاً 5H زائد ثمانية بهذا الشكل ناقصاً اللي هو الـ F اللي هي عبارة عن 4X تربيع ناقصاً 5X زائد الثمانية الكل على الـ H طبعاً سنلاحظ هنا أن الـ H بتروح الـ 4X تربيع بتروح مع الـ 4X تربيع والسالب 5X بتروح مع السالب 5X والثمانية بتروح مع الثمانية قلنا دائماً الـ FX هذه تزول بالكامل وكذلك يزول ما يقابلها في الدالة الأخرى ولكن يتبقى الأشياء اللي أثرت على الـ H فبالتالي جميع الحدود يكون فيها H فبالتالي سأخرج عاملاً مشتركاً وبالتالي بقول لمت الـ H تذهب إلى صفر لما نطلع عامل مشترك يبقى لك 8X زائد 4H ونقصاً 5 بهذه الصورة على H الآن سأقوم باختصار الـ H مع الـ H وبالتالي أعوض الـ H بصفر وبالتالي ستكون مل X أو معدل التغير اللحظة للدالة هو يساوي 8X نقصاً 5 قالك أبغاها عند العدد 1 أبغاها عند العدد 5 خلاص نعوض نحن في العدد 1 فنقول 8 ضرب 1 ناقصاً 5 سأعطيني كم سأعطيك 3 ولو عوضت في العدد 5 سأقول 8 ضرب 5 ناقصاً 5 بهذه الصورة فبصير 40 ناقص 5 سأعطيك 35 بهذه الصورة كذا أنا جبت معدل التغير اللحظي لهذه الدالة لو رحنا الآن إلى أيضاً 6 في X زائد H لكل تربيع زائد 7 بهذا الشكل طبعاً الآن سأقوم بفتح القوس وبالتالي يصير 6 X تربيع زائد 12 X H زائد 6 H تربيع وزائد 7 فالآن لو قمت بالاختصار الآن أو قمت بإيجاد معدل التغير اللحظي فبالتالي نقول limit H تذهب إلى 0 ل F X زائد H 6 تربيع زائد 12 X H زائد 6 تربيع زائد 7 هذه كلها أطرحها من الدلة الأصلية 6 X تربيع زائد 7 على H بهذه الصورة وبالتالي سأقوم باختصار الآن 6 X تربيع مع 6 X تربيع 7 مع 7 مثل ما سونا في الدروس أو في الدرس السابق يعني ما في شيء جديد مثل ما نحن ملاحظين سيصير عندك limit H تذهب إلى 0 حيث 12 X زائد 6 H بهذا الشكل الكل على H 5 سيكون يساوي 60 بهذه الصورة إذن بهذه الطريقة أيها الأخوة الكرام سوف يكون هو اشتقاق الدالة باستخدام النهايات طبعا هذه طريقة تقليدية أو قديمة جدا سنصل إلى طرق أسهل من هذه الطريقة ممكن نعالج فيها مثل هذه المسائل يقول لك ترمز لمشتقة الدالة FFX بعدة رموز يعني أنا عشان أرمز لهذه المشتقة طبعا الدالة الأصلية أنا أرمز لها بFX أو Y بهذا الشكل ولكن المشتقة ممكن أرمز لها بFX بهذا الشكل أو Y داش كذلك ممكن أرمز لها بالمؤثر التفاضلي اللي هو D على DX هذا معناتها اشتق الدالة F بالنسبة لX يعني للمتغير X هذا إذا كان عندك دالة فيها الرمز أو أرمز للإشتقاق أيضا بهذا الرمز فبالتالي يعني كل ما أخذناه سابقا بإمكان أنه ينطبق عليه اللي هو هذا الرمز اللي هو F داش لX فبالتالي ممكن نقول أن هذه هي F داش لX وممكن نقول هنا أن هذه F داش لاثنين وهذه F داش لخمسة بهذا الشكل كذلك السؤال لقبل نفس الطريقة هذه نقول هي F داش لX وهذه نقول F داش لواحد لأن عوضنا في واحد وهذه F داش لخمسة لأن عوضنا في خمسة بهذا الشكل إذن سنرمز للاشتقاق بهذا الرمز وطبعا نأخذ الآن قوانين الاشتقاق اللي بتكون إن شاء الله أسهل علينا من طريقة هذه طيب نبدأ الآن بالقانون الأول من قوانين الاشتقاق اللي هو القانون الدالة الثابتة مشتقة الدالة الثابتة يقول لك أي دالة ثابتة مشتقتها صفر أي دالة ثابتة مشتقتها صفر لماذا الدالة الثابتة عندماBig سأمثلها الآن في المستوي كيف يكون شكلها هذا محور X وهذا محور Y الدالة الثابتة دائمًا ما تكون عبارة عن خط أفقي جاي بهذا الشكل ما هو معدل التغير في الخط الأفقي هذا؟ يعني لاحظ ما هذا الخط الأفقي ماشي بشكل مستقيم أفقي وبشكل موازي لمحور إكس ما هو معدل التغير؟ هل في تزايد؟ هل في تناقص؟ إذن لاحظ هنا ثابت معدل التغير ثابت يعني لو انتقلت من الإكس الأولى إلى الإكس الثانية أو إلى الإكس الثالثة الواي ثابتة لا صعدت ولا نزلت فبالتالي دائما يقول هنا أن المشتقة تساوي الصفر فلما يأتي يقول للحين ما هي مشتقة الاثنين ما هي مشتقتها؟ أقول أن مشتقتها تساوي الصفر مشتقتها تساوي الصفر ما هي مشتقة السالب خمسة؟ السالب خمسة عدد ثابت إذن مشتقتها أيضا تساوي الصفر ما هي مشتقة الجذر ستة؟ الجذر ستة عدد ثابت إذن مباشرة سأقول أن مشتقتها كذلك تساوي الصفر إذن أي عدد ثابت أيها الأخوة الكرام والأخوات بيكون مشتقة تساوي الصفر. إذن هذه هي القاعدة الأولى من قواعد الاشتقاق أي عدد ثابت مشتقة صفر يلا خلونا نشوف الحين اللي هو القانون الثاني. القانون الثاني يقول لك إذا كان جاءك دالة من الدرجة الأولى يعني XOS1 فهذه كيف اشتقها؟ يقول لك مشتقتها دائما هو معامل X مشتقتها هو معامل X هي مشتقة هذه الدالة. فبالتالي معامل X هنا واحد فبالتالي يصير المشتقة هي الواحد. ولو جاءك AX فبالتالي مشتقتها هي المعامل اللي هو A. ليش أيها الأخوة الكرام؟ لو طبقنا نحن القاعدة هذه. بقول F لX تساوي A لX مثلا و F لX زائد H بيصير A. بس تبدل الـ X بحط مكانها X زائد H. فتصير X زائد H. فبالتالي لو يوزع الـ A بصير A X زائد A H. لمن أجل يطبق أنا قانون معدل التغير اللحظة هنا فبالتالي بقول هذا ناقص هذا. فبقول A X زائد A H ناقصاً A X بهذا الشكل على الـ H. لاحظوا معي A X راحت مع الـ A X ويبقى لك A H على H والـ H تروح مع الـ H. لأن شو يبقى معاك؟ يبقى معاك فقط اللي هو معامل الـ X. وهذا بديهة أيضاً لأن دالة الدرجة الأولى دائماً ما تعطيني خط مستقيم. دائماً ما تعطيني خط مستقيم. فبالتالي لو جاءك زي السؤال الأول الآن مثلاً. خنا مسح هذه بس. لو جاءك زي السؤال الأول الآن. قال لك ما هي مشتقة الأثنين X؟ ما هي مشتقة الأثنين X؟ بتقول والله معامل الأكس اللي هو يساوي أثنين. ليش؟ لأن هذا خط مستقيم ميله يساوي أثنين. ميله يساوي أثنين. جاي بهذا الشكل. فبالتالي معدل التغير هنا ثابت. معدل التغير هنا ثابت. أن كلما مشيت خطوة باتجاه الأكس بمشي خطوتين باتجاه الواي. فبالتالي هنا نقول أن معدل التغير هنا يساوي كم؟ يساوي أثنين. يساوي أثنين في كل الخط المستقيم. سواء لو خطنت أي نقطة. لاحظ أن معدل أو ميل المماس حتى يعتبر أن المماس ينطبق على نفس الخط المستقيم. فالميل واحد فبالتالي يساوي كم؟ يساوي أثنين. طيب لو جاءك ما هي مشتقة خلط السالب 5X طبعا تقول لي هي معامل X ما هو معامل X هنا؟ هو السالب 5 ما هي مشتقة الجذر 5X ؟ مشتقة وهو معامل X وهو جذر 5 ما هي مشتقة ال X على 4 مشتقة ال X على 4 وهو ربع لأن هذه عبارة عن 1 أو ربع X هذه عبارة عن ربع ضرب X بهذا الشكل فمعامل X هنا يساوي ربع طيب لو وجدت لك ثلاثة X على اثنين بتقولي والله مشتقتها تساوي كم؟ تساوي ثلاثة على اثنين بهذه الصورة إذن إذا جتني دالة من الدرجة الأولى ناخذ مباشرة معامل X معامل X هو المشتقة إذن المشتقة لدالة الدرجة الأولى هي معامل X نأتي الآن أيضا بعض القوانين اللي أخذناها في مقرر يضييف ثلاثة نحاول نذكركم فيها إذا جاك جذر X وبالتالي بإمكاني أحوله إلى X أسنص إذا جاني الجذر النوني لX وبالتالي بإمكاني أحولها إلى X أس واحد على n إذا جاني الجذر النوني لX أس أم فalan يصبح X أس أم على n يعني مثلا لو جاك الجذر التكعيبي لX فهذه تساوي X أس ثلاثة آس ثلاثة بهذا الشكل طيب لو جاني الجذر الخماسي لX أس سبعة فبالتالي تقول هذه X أس الـ S تحطها في البسط و الدليل الجذر تحطها في المقام فتصير X أس سبعة على خمسة بهذه الصورة كذلك من الأشياء اللي برضو لازم الواحد يتلبها لو جاك جذر X أس مثلا 9 بهذا الشكل فبالتالي هنا بتقول X أس 9 على كم إذا ما كتب دليل للجذر فبالتالي الدليل هنا يساوي كم يساوي أثنين فبالتالي تقول 9 على أثنين لكن الأثنين هذي احنا ما نكتبها الأثنين هذي احنا ما نكتبها زي هنا قلنا نص زي ما قلنا في هذه المثال أنها نص فبالتالي هنا أيضا هنا يصير 9 على أثنين لأننا بالسرل الثنين هذي احنا زي ما قلنا ما نكتبها أنه نكتب جذر تربيعي نسميه جذر تربيعي كذلك من القوانين الجميلة اللي أخذناها في رياضيات ثلاثة قلنا أن 1 على X تساوي X أس سالب واحد بهذه الصورة وكذلك أيضا قلنا أنه إذا كان عندك 1 على X أس N فإنه بإمكاني أصعد X أس N على السطر وتصير X أس سالب N فمثلا لو جاك 1 على X أس خمسة بتقول بالله يتساوي X أس سالب ربيت الحين أشتق دالة القوة النونية لاحظ معي هنا دالة القوة النونية اللي يجيك F لX تساوي X أس N كيف أشتقها هذه أيها الأخوة الكرام والأخوات بكل بساطة يقول لك نزل الأس على السطر نزل الأس على السطر ونقص الأس واحد شف نزلنا الأس على السطر ونقصنا الأس واحد أنقص الأس واحد فإذا كانت الدالة من الدرجة الثالثة بتصير من الدرجة الثانية إذا كانت من الدرجة الخامسة بتصير من الدرجة الرابعة إذن أنقص الـ S1 ونزل الـ S على السطر بهذه الطريقة السريعة طيب لو كان عندي عدد مضروف في الـ X و S N أنزل الـ S على السطر وتصير علاقة بالـ N علاقة ضرب تصير علاقة بالـ N علاقة ضرب فأنا راح أضرب الـ A في الـ N ونقص الـ S1 إذن أنا في كل الحالات راح أنقص الـ S1 في عملية الاشتقاق وهذا لكل الـ Nات يعني ما عندي مشكلة أطبقها لجميع اللي هو الـ N طبعا عدد الـ N يساوي 0 عدد الـ N يساوي 0 اللي هي العداد الثابتة فإن مشتقتها تساوي 0 إذن هنا لجميع الـ Nات بشرط أن الـ N لا تساوي الصفر يعني هي اللي ما تنطبق عليها هذه القاعدة طيب خلونا نشوف الأمثلة قال لك ما هي مشتقة الـ X تكعيب؟ قلنا بنقول مشتقة الـ X تكعيب أبنزل الـ 3 على السطر ونقص الـ S1 فيصير 3 في X و S3 نقص 1 اللي هي 3 X ثلاثة X تربيع بس خلاص كذا اشتقيتها ما هي مشتقة الـ 2 X أو S5 بنزل الـ S على السطر فيصير 2 ضرب 5 اللي هو كم؟ اللي هو 10 في X ونقص الـ S1 كان S5 صار S كم؟ صار S4 بهذه الصورة هذه ما هي جاهزة أيها الأخوة الكرام للإشتقاق أنا لازم أخليها على شكل دالة نونية لازم أخليها على شكل دالة نونية اللي هي تكون على أس إن لازم تكون على أس إن زي لي بشوت بلنتي مثلا أو شوت ضربة جزها سيسدد ضربة جزها ما يجي يسددها مباشرة لازم يثبت الكورة ويجهزها وبعدين إيش؟ بعدين يقوم بالتسديد فنحن كذلك لازم نجهزها زي ما تقول علشان نشوتها أو نشتقها زي ما نقول فبالتالي أنا أنا لحين أصعد الأكس هذه للأعلى فبالتالي بتصير هذه أربعة في إكس السالب 1 هلأ أنا أشتقيت شيء؟ لا أم بعد أشتقيت أنا أنا لقد بس انيش جهزتها للإشتقاق الآن سأقوم بالإشتقاق فبالتالي كيف أشتق؟ أبنزل السالب 1 مع ضربة الأربعة وتصبح سالب أربعة ونقص الأس 1 هي السالب 1 ونقصتها سالب 1 thirty فبالتالي يصير يش راح تصير أربعة في إكس والسالب 2 أو ممكن يقول أربعة على إكس تربيع أيضاً بهذه الصورة أربعة على إكس تربيع لو أنت حبيت تترجعها أيضاً إلى المقام فبالتالي تكون بهذا الشكل إذن أخذنا ثلاثة قواعد القاعدة الأولى تكلمنا عنها لقاعدة الدالة الثابتة قلنا مشتقتها دائماً تساوي صفر ودالة الدرجة الأولى دائماً مشتقتها تساوي إذا كانت المحايدة واحد إكس فبالتالي تصير واحد وإذا كانت أي إكس فبأخذنا معامل للإكس دائماً فإذا ما كان في معاملة فمعاملة يساوي واحد ودالة القوة النونية قلنا ننزل إن على السطر ونقص الأس واحد يلا خلونا نشوف بعض الأسئلة في الكتاب عندنا مثال رقم اثنين قال لك أوجد مشتقة الدالة في كل ما يأتي قال لك إف إكس إف إكس تساوي إكس أس تسعة فبالتالي هذي كيف اشتقها قلنا قلنا ننزل الأس على السطر ونقص الأس واحد خلصت بس يلا هذي جاهزة ولا تحتاج أجهزها تحتاج والله أجهزها يلا أجهزها كيف أقول بأقول إكس أس كم إكس أس سبعة على خمسة طيب كيف أشتقها أنزل السبعة على خمسة على السطر ونقص الأس واحد من الأشياء الجميلة العدد واحد يعني عدد لطيف جداً مثل ما نعرف يعني فبالتالي يتشكل زي ما أنا بغى فالواحد هنا أبخليه خمسة على خمسة فيصر سبعة على خمسة نقص خمسة على خمسة بتصير كم؟ بتصير اثنين على خمسة فبالتالي راح أقول هنا أن هذه تساوي سبعة على خمسة إكس أس ثنين على خمسة ممكن أكتبها بطريقة ثانية نعم ممكن أكتب سبعة في الجذر الخماسي لإكس تربيع على خمسة يعني أرجعها كجذر لأن بين وبينكم الواحد ما يدروا شو يأتي في الاختبار يمكن يأتي السؤال خياراتي يمكن يكتب لك الخيار بهذه الصورة هذه ولا يكتب لك الخيار بهذه الصورة هذه لازم تصير مرن يعني في وضع اللي هو الصورة لي اللي هو ناتج الاشتقاق أنه يكون صورة جذرية أو يكون بالصورة الأسية أنا أكون مستعد في جميع الصور قال لك هنا إتش أوف إكس تساوي واحد على إكس أس ثمانية فبالتالي هذه بتصير إتش أوف إكس تساوي إكس أس سالب ثمانية شوفوا إلى الحين ما اشتقيت لأن إذا بديت أشتق أحط الداش لكن أنا إلى الحين ما اشتقيت فما أحط داش الحين يلا أشتق فبقول إتش داش لإكس تساوي سالب ثمانية سالب ثمانيةpaper 1 السالب ثمانية happy 1 سالب سالب 9 او ممكن اقول ان هذه سالب ٨ على xUI 9 فبالتالي لازم من انتبه اذا كان الس بالسالب فينقص يعني اذا نقص يزيد السالب تع reckعد ذلك تتراكم الديون يعني أو questo سالبborough 8 ريال وبعدين تصلت القيان تراكمت عليه الديون يصير بالسالب 9 ريال فبالتالي ننتبه اذا كان in x بالسالب فالنقصان سيعتبر زيادة بالسالب إن شاء الله تكونوا فهمتوها معي يلا نشوفها الحين فتحقق من فهمك فقرار تحقق من فهمك قال لك الجي أف اكس تساوي أكس أس أربعة هذه بسيطة جي داش أف اكس تساوي أربعة أكس أس ثلاثة بهذه الصورة هنا أيضا هذه بحولها إلى أس وتصير أكس أس ثلث هذه هي الكي أف اكس الآن باشتق فبالتالي بتصير كي داش أف اكس تساوي كم تساوي ثلث أكس أس ثلث ناقص واحد طيب الواحد ثلاثة على ثلاثة فيصير ثلث ناقص واحد بصير كم بصير ثلث أكس أس سالب اثنين على ثلاثة ممكن أن نزلها على السطر نعم ممكن تقول واحد على ثلاثة أكس أس اثنين على ثلاثة ممكن واحد يكتبها واحد ثلاثة الجذر التكعيبي لأكس تربية إذن لازم أصير زي ما قلنا عندي مرونة هذه صورة صحيحة وهذه صورة صحيحة وهذه صورة صحيحة ثلاثة صور صحيحة لنفس الناتج فبالتالي لازم يصير عندي مرونة خصوصين ذجاء السؤال على شكل خيارات الآن أجب أقول لأم لأكس وأجهزها أصعد الأكس إلى الأعلى فبالتالي أصبح لأكس والسالب خمسة الآن لما نجي أشتقه ما سأقول لأكس والسالب خمسة أكس والسالب أربعة صح ولا غلط غلط يا جماعة الخير ما يمكن أن نقول أكس والسالب أربعة لأنها لأكس والسالب ستة ننتبه دائما الطلاب يخطؤون في هذه فبالتالي ننتبه الله يعافيكم أنه في إذا كان الأس سالب فأني أزيد السالب منذ ذلك أحياناً يجيك سؤال خيارات يجيب لك نفس السؤال هذا ولكن يحط لك سالب خمسة على إكس والساربعة ولا سالب خمسة على إكس والساربعة فبالتالي أنت هنا تتردد تقول لا ينقص الأس سالب خمسة ينقص الأس إذن الجواب الصحيح هي أربعة لا هذا جواب خاطع و هذا هو الجواب الصحيح فبالتالي لا بد أن نكون منتبهين إلى هذا الخيار وبذلك أيها الأخوة الكرام نكون بحمد الله تعالى اليوم تكلمنا عن معدل التغير اللحظي تكلمنا عن المشتقات بصورة مبسطة وتكلمنا عن قاعدة مشتقة القوة بس أنا في فقرة تجاوزناها وهي فقرة معدل التغير قلنا نستخدم الطريقة المختصرة فالطريقة المختصرة أيها الأخوة الكرام أنني سأشتق كل واحدة على حدة سأشتق هذه الحالة وهذه الحالة وهذه الحالة و هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في درس الغد بإذن الله تعالى ما هي مشتقة السالب 5x تربيع سالب 5x تربيع سالب 10x بهذا الشكل مشتقة 2x هذه من الدرجة الأولى فمشتقتها تساوي 2 و الـ 12 هذه دالة ثابتة فمشتقتها تساوي 0 فبالتالي هذا هو ناتج معدل التغير اللحظي لو أنت سويت المت و الخطوات الطويلة هذه الآن لو حبيت أنك تعوضها في العدد 1 فبالتالي يصير الجواب سالب 10x1 زائد 2 أو ممكن أقول 4 تساوي سالب 10x4 زائد 2 وتحسب طبعاً هنا يصير عندك سالب 10 معموجة بـ 2 ستصير سالب 8 وهنا سالب 40 زائد 2 سالب 38 بهذه الصورة خصوصاً لو كانت الأسئلة على شكل خيارات فبالتالي بيقولك أوجد معدل التغير اللحظي لا تتعب نفسك وتسوي قانون المت هذا إذا كان السؤال خيارات فبالتالي مباشرة أشتق هذا القانون أستخدمه إذا طلب مني هذا القانون وكان سؤال مقالي أو طلب مني هل القانون هذا فبالتالي أضطر أني أستخدم هذا القانون ولكن إذا طلب مني اللي هو معدل التغير اللحظي وكان السؤال خيارات فمباشرة أشتق أريح لي بكثير من هذا الأمر و بذلك أن نكون بحمد الله تعالى أيها الأخوة الكرام أنهينا فقراتنا لهذا اليوم من درس الاشتقاق إن شاء الله و مواصلين معكم بفقرات جديدة في الدروس القادمة في الختام أشكركم لحسن المتابعة و نلقاكم على خير في أمان الله